موسيقى مرحبا واضح أنا هالا خيات المديرة الإقليمية لأرد دبي موسيقى أرد دبي شركة موجودة في الإمارات من 15 سنة ولحنا على مدار العام عندنا تواصل مع كبار المقتنين وعندنا برنامج كامل عن فعاليات العلاقة بمحاضرات، بزيارات للمتاحف، بمناقشات فلمية موسيقى عم نرصد تطور هائل قبول الفن العربي عالميا وهذا الشيء له علاقة بالاقتناء اليوم في عندك متاحف مهمة بالعالم مثل اللوفر، مثل التيت في بريطانيا مثل متحف جورج بومبيدو مثل متحف المتروبوليتن في نيويورك مثل متحف الفيكتوريا والبيرت ميزين في لندن طبعا هيده بس أمثلة اقتنوا أعمال فنية عربية بآخر عقد من الزمن فطبعا هاد الشيء بعزز الاستثمار بالفن بعزز ثقة المقتني العربي المهتم انه يستثمر بالفن العربي على عكس ما كانت المعلومات السائدة انه لا احنا نشتري فن أجنبي لا الفن العربي اليوم موجود وبقوة الباحث والمراقب لتطور سوق الفد العالمي بلاقي انه الاستثمار بالفن كان كتير ناجح يعني اللي اشترى أعمال لبيكاسو بالأربعينيات اليوم عم تنبع بملايين الدولارات اليوم أنا برجع بقول احنا ما منحب في عالم الفن استعمل كلمة استثمار منحب استعمل كلمة اقتناء ومنشجع العالم على الاقتناء انه الانسان يشتري لوحة لإيمانه بدور الفنان يشتري لوحة يقدر يعلقها ويستمتع فيها اهم لوحة فنية عربية فبيعت تقريبا بالمليونين ونصف مليونين وخمسمائة أف دولار للفنان المصري طبعا الراحل ابو الفنون الحديثة محمود سعيد ولدت في مدينة دمشق اللي هي مدينة كتير جميلة تتمتع بالجمال والتاريخ والفن العريق فالواحد يمكن بدون ما يفكر يكبر بهذا الجو الرائع من الثقافة يعني بظم انه أنا خطرت الفن والفن كمان هو اختارني كان في تشجيع كتير من الأهل نزور معارض فنانين بداخل بلدي بسوريا وكمان لما نقدر نسافر وهيدا الشي تسلح كمان بالدراسة أنا خريجت كلية فنون جميلة بجامعة دمشق وبعدين عاملة ماجستير بكلية سنترل سين مارتن في لندن وبعدين عاملة دورات مكثفة يعني فنية من اللوفر بباريز كان في دائما تركيز كمان على الثقافة ولكن على سوق الفن الفن طبعا لا يقاس بمعيار مادي ولكن لما الفنان بده يعيش من فنه فبنا نقبل انه هو فيه انه هو سلعة بالنهاية وانه هي الى سعر وانا فخورة ان يكون على الجهة الاخرى من انتاج الفن ونساعد بتسويق الفن حلمي انه الوطن العربي يرقى بفنه وانه يكونوا فنانين العرب كلهم بالمتاحف العالمية بشكل اكبر ويكون في حالة ثقافية واعية حقيقية بكل بلاد العربية بوجه رسالة لكل الفنانين والفنانات والشباب الناشئة العربية اول شي انه يوثقوا بنفسهم ويسلحوا تجربتهم الفنية بالعلم يعني احنا لازم نفتح للغرب ولكن نعود الى الجزور شكراً موقع واضح وبتمنى من كل جمهوركم يجي يزورنا بارد دبي في مدينة دبي